اقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز زيموفاريتسكي أن يوقف الاتحاد الأوروبي تماما التجارة مع روسيا وقال رئيس الوزراء في تصريح اليوم أنه يأمل أن تكون هناك صحوات جديدة للزعماء الأوروبيين ويكونوا قادرين في الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي على تبني حزمة جديدة من العقوبات مشيرا إلى ضرورة محاصرة روسيا اقتصاديا من خلال إغلاق الموانئ وذلك بفرض حظر على دخول السفن الروسية التي ترفع العلم الروسي مع البضائع الروسية إلى الموانئ إلى جانب حظر التجارة عن طريق البر وحول هذه رزم واخر المستجدات ينضم إلي من باريس المحلل السياسي الأستاذ جانبيير ميلالي مرحبا بك أستاذ جان إذن رئيس الوزراء البولندي كما قلنا سابقا يتوجه إلى الاتحاد الأوروبي بوقف تام للتجارة مع روسيا هل هذا الأمر واقعي وسيعمم بالفعل خصوصا أن الكل في أوروبا يعلم ما هي النتائج والعواقب لمثل هكذا أمر مستخير طبعا لا يبدو هذا الاختراح واقعيا جديا ولكن هو ربما من باب السياسة الداخلية البولندية فالمقارنة بين بولندا وبولغاريا مهمة إذ بولغاريا كما ذكرتم هو بلد أقرب من روسيا منذ سنوات وسكانها من السلاف يحسون بالقرب مع الروس بينما بولندا عانت في الماضي حتى في القرن التاسع عشر من الخشون الروسية ثانيا كانت بولندا منعزلة في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات قررها بروكسل ضد بولندا ورجعت بفضل هذه الأزمة إن صح التعبير وهي في الوجهة الأولى أولا حدثت قصف أو عدة قصفات روسية على مقربة من الحدود البولندية ثانيا هي البلاد التي تتلقى الوفرة من اللاجئين الأوكرانيين فهذا حمل ثقيل على بولندا لذلك أظن أن في هذا السياق يفهم الطلاب البولندي ومثلما ذكرت هو عبارة عن عودة بولندا إلى الاتحاد الأوروبي بقوة نعم أستاذ جان تحدثت عن الموضوع البلغاري وتحدثت عن الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعيشها بولغاريا بحكم قربها التاريخي من روسيا وحتى على المستوى العرقي ولكن اليوم الولايات المتحدة تصادق على إرسال السرية العسكرية إلى مجموعة قتل يتابع لحلف شمال أطلسي في هذه الدولة السؤال كيف سيكون الموقف الروسي من هذا الأمر وخصوصا نتحدث عن دول أوروبية كانت في الماضي كما ذكرنا حديفة قوية لموسكو هذا هو السؤال فالحقيقة أن هذا الأسبوع شهد كثير من الشكوك والظنون بقدرة نجاح الجيش الروسي في أوكرانيا طبعا الجيش الروسي يحتل أراضي واسعة ويتقدم ولكن ذلك التقدم ليس كما كنا نتوقع في بداية هذا الغزو فإذن هذه الانتكاسة نسبية من جهة وهذا التخلي من بعض الحلفاء التاريخيين هل سيؤثر على السياسة البوتينية أم هو سيواصل بعناده ضد أوكرانيا هذا هو السؤال يعني ومثل ما سبق وقلت أكثر من مرة المشكلة أن الأمر هو فردي لأن بوتين عبارة عن مستبيد يقرر بكل شيء كما قرر هذا وهذا الهجوم غير المقول ضد داجاره أوكرانيا فالسؤال متروح ما هي الردود في الروسيا لكل هذه السياسات يعني تحدثنا عن دول أوروبية مختلفة واليوم بوريس جونسون قال إن انتصار بوتين في الأراضي الأوكرانية سيعني شل أمل الحرية في بقية الدول المجاورة لأوكرانيا هل الدول الأوروبية ستضمن أن تكون في مأمن من روسيا في حال كانت هذه الحرب ونتائج هذه الحرب صعبة وصعبة جدا على أوكرانيا نعم هناك حقيقة في كلام جونسون مع أن جونسون هو بوضع خاص يعني زار بلدان الخليج لأن بلدان الخليج رفضت المكالمة مع بايدان فهو ذهب إلى الخليج يعني هو دائما مرتبط ارتباطا وثيقا مع السياسة الأمريكية من جهة ثانيا هناك اتهامات لعلاقته الشخصية مع بعض الأوليغارك في لندن فهو في وضع حساس داخليا ثالثا هو من الذين يكثرون الكلام في المؤتمرات الصحفية فلا ندري إذا كان دائما جديا في ما يقول لكن أظن أن مضمون أو اللوب الموضوع هو سياسي في النهاية يعني بلدان ديمقراطية ضد استبداد روسي أشكرك جزيلا شكرا المحللة السياسية الأستاذ جامبير ميلالي حضرتنا من باريس شكرا جزيلا